القرآن الكريم يعني ربنا سبحانه وتعالى تعهد بحفظه سؤاله أنه الأمور الخربطة اللي صارت يعني أنا شو بستفيد إذا القرآن يعني محفوظ ولكن صار فيه مشاكل بفهمه وصار فيه مشاكل بتأويله وكل واحد بقرأ بطلع لنا بتفسير شكل فيعني ما الفائدة إذا كان الحفظ موجود لماذا يعني بكل بساطة وصراحة دكتور لماذا الله سبحانه وتعالى لم يجعل القرآن يعني كلمات القرآن بطريقة سهلة وميسرة بحيث أنه لا تقبل أي تأويل والله قادر على ذلك فلو بتقدر تفيدنا بهذا الموضوع فعلا هو هذا الموضوع يعني الموضوع كثير بنطرح وكثير يعني حتى الملحدين بحاولوا ينطقصوا من القرآن لهذا الموضوع بالذات فلو توضحنا هذا الموضوع دكتور أنا خلاص حاضر أنا فهمت كده بس هي في نقطة عشان أقولك الموضوع ده بوضوح يعني في فرق بين حفظ الله تبارك وتعالى لهذا الكتاب والمصادرة على حق التفكير والتلقي في فرق كبير بين النقطتين بمعنى إيه لا يمكن لمسلم عاقل أنه يظن أن ربنا طالما فيه واحد بيأول القرآن النهاردة يبقى كده ربنا ما حفظوش دي حاجة ودي حاجة الله تبارك وتعالى هل الذي يؤول هذا هذا الذي يؤول يؤول في النص القرآني أم في فهمه للنص القرآني ده سؤال مهم الذي يقوم الآن بالتأويل بيأول النص القرآني ولا بيأول فهمه للنص القرآني طبعا لأن النص القرآني هو مش هيقدر يغيره لا يستطيع هذه الحفظ هذا هو الحفظ وعلى فكرة في موضوعنا النهاردة أنا هكلمك برضو في مدة الحفظ يعني هناك فرق بين حفظ الله تبارك وتعالى ومواد حفظ الله تبارك وتعالى فحفظ الله تبارك وتعالى عقيدة كل مسلم أنا على فكرة المرة اللي فاتت فهمت الأخ أبي أنا فهمه بس أنا حاولت أفهمه أو أكلمه أن لا يجوز لمسلم عاقل أن يقول طب وإحنا استفدنا إيه كده من الحفظ لما حصل كذا 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 كل اللي حصل ده طبعا أنا لا أصدر على سؤال إيه بي يعني أبي يعني أنا هو طبعا سؤاله مشروع وحقه بس أنا بقول اللي حصل كل اللي حصل ده أنا هقول لك حاجة أخطر من كده ده أنا هقول لك حاجة أخطر من التأويل أنت عارف أن في بعض الكتب في المصاحف يعني أو القرآن في بعض البلاد العربية زي المغرب وغيرها المغرب وتونس والجزاير في قراءات بتتكتب بالقراءة يعني يكتبوا القرآن بقراءة ورش مثلا أو يضيف حرف الواو في القرآن ده يعتبر نوع من أنواع التحريف فأنا عايز أقول لك الموضوع أخطر من كده ولذلك أنا كم ساعت الأسبوع اللي فد ده من بعد الحلقة إن كلمني وكلمتني أكتر أكتر من أخه وأختي من المغرب على الموضوع إن هم بيكتبوا القرآن بقراءة ورش فبيغيروا في الكلمة القرآنية والكلمة القرآنية اللي بيغيرها ده يعتبر نوع من أنواع التحريف والعياذ بالله أو إضافة واو علشان يشرح معنى الكلمة كل ده بيحصل على فكرة لكنه شوف هل معنى أن ده بيحصل أن ربنا ما حفظش لا طبعا ليه لأن أول ما بتشوف أنت حرف الواو مثلا وسارعه بدل سارعه أنت بتعمل إيه على طول بتلفت الأنظار ويبقى الحرام على من فعل ذلك لكن موفق ومحمد وكلنا بنقول يا جماعة خذوا بالكم المصاحف دي لازم تصادر من السوق وما تبقاش موجودة لأن اللي هم بيقولوا عليها قراءة حفظ وإنت عارف أن أنا متحفز جدا على مسألة القراءات وكده هي الكتابة التي بين أيدينا وأنا بقول الحمد لله رب العالمين أن المبلقة العربية السعودية الطبعة بتاعت السعودية والطبعة اللي في مصر الاتنين مزبوطين على ما أنزله الله تبارك وتعالى بعض التغييرات بيتيجي في قراءة ورش وقالون والناس دي فده لا يجوز ولا يليق لكن رغم وجود هذا هل ده تحريف مثلا لا لأنه بيتكشف كلمة تحريف الكلمة اللي ما تتكشفش اللي أنا أقبل بها القرآن على أن واحد حرفه وده مستحيل أما مسألة أن واحد يقوم بالتأويل أو يقول كلام في تأويل النص القرآني ده لا يعني أن ربنا لم يحفظ القرآن بدليل أن احنا بنرد عليه يعني تأكيدا لحفظ الله تبارك وتعالى أن احنا بنرد عليه وبنقول له لا كلامك ده يعتبر تأويل والآية واضحة في هذا الموضوع ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله لأن وما يعلم تأويله إلا الله فما تحاولش تعمل كده وده نوع من أنواع التأويل ولا يجوز أنت من حقك تتدبر ومن حقك تشرح ومن حقك تفسر زي ما أنتو الكلمات اللي إحنا تعودنا عليها هل في من كلمة كلمة من دول مثلا تعتبر حرام لا على مفهومنا جميعا هذه الكلمات مشروعة أنه واحد عايز يفهم الآية دي واحد عايز يفهم الكلمة دي جوه الآية دي كل ده عمل مشروع إنما إن أنا أقول النساء تعني الدنيا والدنيا تعني النساء والأكل والشرب يكون من القرآن في الصيام كل ده كلام فارغ أنا حتى لا يرقى حتى لمسألة التأويل ده نوع من أنواع العبط اللي بيعملوا بعض الناس بدون وعي وده لا يليق لأنه وأنا ليه أنا ليه بنفعل عليهم خوفا عليهم أنا إحنا مش هيحصل لنا حاجة بفضل الله إنما أنتوا كده بتخرجوا بر الإيمان من غير ما تحسوا أنا أتكلم عن الجماعة اللي بيأولوا أنت بتخرج بر الإيمان من غير ما تحس وهنا حتنطبق عليه الآية وهم يحسبون أنهم يحصلون صنع هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل صعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحصلون صنعا إنما كلام الأبي والكل الناس الله تبارك وتعالى حافظ القرآن قولا واحدا وعندنا من الدلائل والبينات ما حدث زي الحكاية بتاعة القراءات اللي بتتكتب دي ده نوع من ده نوع من أنواع الحفظ إن إحنا كلنا بنرد هذا الكلام وبنرفضه أما التأويل فده هو هو اللي حرام لكن ما فيش مسلم عائل يقول وأنا استفدت إيه كده ربنا حفظ القرآن بس في ناس فهمته غلط ده العب في الناس مش في إن ربنا حفظ أو ما حفظش ما حفظش واحد فهم القرآن غلط وبيأوله غلط العب في النص القرآني أو في حفظ الله للقرآن أم في هذا الإنسان في هذا الشخص بالقطع في هذا الشخص فأنا عايز أقول لأبي يعني لا يليق إن أنا أقول وأنا استفدت إيه من حفظ ربنا كده لما فيه واحد فهم القرآن غلط ما يفهم القرآن غلط ده هو حر هو حر في حاله أنت ما تقدرش تكره إنسان إنك تفهمه صح ما تقدرش أنت عارف المثل الإنجليزي العظيم أنك تقدر تاخد الحصان لغاية النهر لكن تقدر تسئل حصان غصبا عنه مستحيل هذا المثل الإنجليزي من أعظم الأمثلة أنت تقدر تكتف الحصان وتخطه على عربية وتودي لغاية النهر نجحت في إنك وصلته لغاية النهر هل تقدر تسئيه أو تديره مية يشربها غصبا عنه ده من المستحيلات للي عندهم فكرة عن الخيول يعني زي ما احنا بقول في مصر الحصان أو الجواد أو الخيل يعني اللي عندهم فكرة إن الجواد أو الحصان إذا قفل بقه مستحيل مخلوق يقدر يفتحه فأنت تقدر تاخده لغاية النهر لكن ما تقدرش تسئيه فواحد عايز يفهم القرآن كده يعني افترض أنا وإنت مثلا مرة قابلنا واحد وقلنا له يا أخي أنت بتأول القرآن وده غلطه بتاع وأصر على ما فعل إحنا عملنا اللي علينا وهو أمره إلى الله أنا ما أقدرش أقول في الحالة دي يبقى كده ربنا ما حفظش القرآن علشان واحد أو اثنين أو ثلاثة أو مليون فهمه غلط الحفظ شيء ومصادرة حق التلقي والوعي والفهم شيء آخر فهمني يا موفي عايز أقول إيه ترجمة نانسي قنقر